يالله ان شاء الله سنشرح المحاضرة الثانية مع المادة العملي مع البايو كيميستري طبعا هذه المحاضرة الثانية نوعا بسيطة وسهلة تشرح على الكلوكوز وشنو اهمية الكلوكوز طبعا الكلوكوز هو الجزء الاساسي الجزء الاساسي بشغلنا كأطباء اذا دعنا نتعامل احنا وهي مريض يعاني من السكري ليش لان السكري هو اصلا تشخيص مرض السكري يعتمد ان الكلوكوز عده عالي فده يحكي واتز بلاد الكلوكوز احنا نعرف انه حضرات الكاربوهيدرات نعرف انه الكلوكوز هو المصدر الاساسي للطاقة وقلنا انه الدماغ يعتمد عليه والكبد ايشاني يعتمد عليه والعضلات فهو المصدر الاساسي مع الطاقة اذا صعد صار عده زيادة بالسكر يسموها ايبرغ لايسيمييا اذا قل صار عده نقصان بالسكر يسموها ايبرغ لايسيميا لايسيمييا حشينا عنها اذا سعد طبعا اكو فكرة احب احتي معيها توضيكم هاي للمستقبل مريض السكر ممكن يصير عده سعود وجو things like Оченьilles صعود هو اساس المشكلة ليصير عده زيادة بالسكر فوقت يصير عده نزول و Plz بما سعدت ا accepting deb repet بس الصعود إذا السكر صعد خطر على حياة المريض حاليا قليل بس خطر على حياة المريض بالمستقبل لأنه سيسبب لمشاكل سيسبب لتصالب شراين سيسبب لجلطات سيسبب لعجز بالكلية سيسبب لتلف بالأعصاب سيسبب لانسداد بالشراين هاي شنو بالمستقبل يسموها المشاكل البعيدة بينما إذا كان السكر مات قليل هسه ممكن يموت ليش لأن السكر إذا قليل مثل ما نعرف الدماغ راح يتوقف عن العمل ويمكن يموت فهي هاي الفكرة فأنا أبو السكر لا أريد السكر مات يبقى عدى عالي حتى حميل المستقبل ماتي ولا أريد السكر مات ينزل حتى ما يموت هسه يجي أول شيء تعرف لجلوكوز هو نوع من النوع السكريات الجسم يستخدمه على متطلع طاقة من عنده مرات يكون أكو عدنا سكر هواي أكو عدنا جلوكوز هواي فيصور عدنا عبر غليسميا مرات ما عدي سكر ما عدي كمية كافية من نبت جسم فيصور عدنا الهايبو والغليسمي ماذا يؤثر على الجلوكوز؟ طبعا إذا أكلت سيسعد وإذا تمرنت سيقل من آكل سيسعد السكر بدمي وفيقرس إكسرسايز التمارين الرياضية خصوصا ذاتها التمارين شديدة ستنزل نسبة السكر ماذا يسمي السيطر على البلد غلوكوز؟ يقول لك ما بين الوجبات أكو هرمونات ستبدأ تشتغل على مود تسيطر على مستوى السكر مني الهرمونات لدينا البلوكاغون والبينفرين اللي نعرفها يسميها كاونتر راقليوتر الهرمون عشانو شغلته سأبدأ أطلع من المخازن ماتي مع السكر أطلع الكاراتين والبلايكوجين وأبدأ أطلع منيها مع السكر للجسم آني أكلت إحنا نش اتفق من الأكل يسعد السكر فإذا آني أكلت رأسا راح يسعد السكر بدمي هذا شي طبيعي لازم شنو لازم ما يبقع عالي إذا بقع عالي أنا مصاب بالسكر فش يصير لازم ورأ ما يسعد يرجع ينزل فأفتر أميل بلد وغلوكوز رايز راح تبدأ تصعد ورأ ما أكلت راح يبدي يصعد بطيكو كوكليرتين ستنور الرأسا يرجع للطبيعي where does the excess go هذا السكر الزايد وين راح يروح why not leave it in the blood ليش ما يبقى بالدم يعني أوكي خليق الدم بسكر ليش الجسم أنه يرجع للطبيعي excess blood glucose makes the plasma tissue fluid around the cell to concentrate أكو شغلة ما نريد أدوغكم بها شغلة التراكيز والضغوطات وفقه الشيء يسمون الأنكوتو كبراجر والهايدروستاتي كبراجر باختصار شديد إذا محلول بيتراكيز عالية شرح يصغي راح يسموها هايبرتونيك هذا المحلول إذا هايبرتونيك راح يسحب الماء من الخلايا فبالنتيجة الخلايا راح يصغر حجمها وتيبس بينما إذا تحليل تحليل شنو إذا محلول بيتراكيز قليلة راح يسموها هايبرتونيك هذا يعني شنو يعني بمي هوائي بما أنه بيتراكيز قليلة إذن بي الماء عالي فاش راح يسوي راح يدفع الماء للخلايا راح تنفق الخلايا وتنفجر فهنا نفس الفكرة إذا بقعد دي سكر هايبرتونيك راح يصير شنو هايبرتونيك راح يكون يسحب ماء من الخلايا خصوصا يا خلايا راح يسوي نفت شي سمو راح يسوي نفت شنو راح يسوي نفت شنو شنو هايبرتونيك أنه الخلية راح تبتت تصغر بحجمها وتتأثر فقلنا إذا راح يسوي تركيز عالي راح يسميها هايبرتونيك هذا ممكن يؤذينا الخلايا فور اكزامبل يسوي ني على سبيل المثال كرينيشن قلنا راح يسوي نفت شنو كرينيشن بالربيسي شنو هذا الكرينيشن أنه المي راح يطلع من الربيسي و راح يبدأ يصغر حجمه وتتأثر هوافر لو بلد شوغر اذا كان السكر بالعكس قليل هميا ممكن يسوي بنا خطر كرينيش راح يسوي راح يطلع المي من الدم يطبو بالخلايا و بالنتيجة الخلايا راح تنفخ وتتنفجر وهذا يسمى ليسيس اذا صار بها شرينكين شنو سميها كرينيشن سببه شنو الكرينيشن عدي سكر هواي بالمحلول اذا السكر قليل راح يسميه النفت شنو اسمه ليسيس ليش لان المي راح يدخل الخلية وتنفخ وتنفجر طبعا من اللي يسيطر على الجلوكوز و من اللي يتحكم النبي هو البنكرياس يتحكم النبي لان البنكرياسي طلع عندنا هرمونيا مهمات الهرمون ما الانسولين والهرمون ما الكلوكاكون الانسولين يشتغل عاني من ماكل وشبعان مثل ما نعرف والكلوكاكون يشتغل من عاني وماكل وجوعان الانسولين شي سوي ياخذ السكر العالي من الدم يوديه للخلايا للعضلات للدماغ اي عضو بالجسم قلنا هو المفتاح يفتح الباب ويطبو بالكلوكوز للخلية هاي بحالة شنو كان السكر عالي خلصنا من هذا زايد وان راح يوديه زايد راح يوديه للكابد والعضلات على مادي سووها كلايكوجين ويبدي يخزن الزايد على شكل كلايكوجين الكلوكاكون يشتغل عكسه الكلوكاكون انا عدي سكر قليل بالدم فاشي يسوي يروح يطلع الصناديق من العضلات ومن الكابد يكسرها ويصعد مستوى السكر بالدم فهو بالنتيجة اذا كان عالي راح يفرز لي البنكرياس انسولين حتى يقليله اذا كان قليل راح يفرز لي البنكرياس جلوكاكون حتى يزايده البنكرياس ويصريت الجلوكاكون معلاج هرمونات مختلفة هرمونات تتهيدنا من الانسولين وبنكري result حسب إذا كان الكلوكوز عالي رح يطلع لي in-sulin إذا كان الكلوكوز قلير رح يطلع لي glucagon insulin is released when blood glucose level رح عاش وقت أفرز insulin إذا كان السكر عالي بالدم deliver stores excess glucose I guess glycogen إن قلنا شرح يسوي رح يبدي يطبب القلوكوز للخلايا الخلايا جبعت الكمية الزائدة اللي ما أحتاجها أوديها للكبد حتى أخزنها على شكل glycogen glucagon is released when blood glucose level are low شو كنت ينفرز للغلوكابون إذا كان عدي السكر قليل فالكبد إيش راح يسوي راح يحول للمخازم والغلوكوجين انتو غلوكوز يسويها غلوكوز انت ريليس ات انتو ذا بلد راح يبدي كسر للصناديق والغلوكوجين ويطلع من يما غلوكوز ويطلع حال الدم حتى الخلايا استفاد من يما دايبيتاس مليتاس هو مرض السكر مرض سكري هو شنوه هو مجموعة من الخربطة بالميتابوليزم تصلي خربطة بالميتابوليزم مال شنوه اهم شي ما السكر بالاضافة الى ذلك تصلي خربطة بالميتابوليزم مال دهون مال فاتي مال لبد وخربطة بالبروتينات يحتاج انه طبعا اوعي المريض واشرح له عن الحالة ماتة يحتاج ان المريض راقب الوضعية ماتة يحتاج يأخذ ادوية المود شنوه المود اسيطر علي المود امنع المشاكل اللي هسه بس صير عدي اخاف من يمها ان اخاف ليصير عده هبوط حتى امنع اللي حشينا انه بالمستقبل اذا بقى لمسيطر على السكر ماتة الشبكة مال عين راح تنضروب العصاب ماتة راح تنضروب الكليا ماتة راح تنضروب يصير عده تصلب شرايين يصير عده جلطات يصير عده ها كلها مشاكل انه لازم سكر انا سيطر عليه لا اخليه عالي ولا اخليه قليل فتعريف الديابيتاس مالليتاس خربطه بالميتابوليك يحتاج انه اتابع حالة المريض ودائما اتتبع اتابع حالة المريض الحالة الصحية ماتة يحتاج ان المريض هو يلتزم بالنظام العلاج ماتة يحتاج لازم اعلم المريض حتى ما يصير عده الحالات الاكيوت اللي هي حاليا هزة يعني بها اللحظة ويقلل المضاعفات اللي يصير عده بالمستقبل شونه الخاصية ماتة بالتصمي اللي هي السكر عده عالي ثاني شغلة ابنورمال بروتين وفات وكاربوهيدرويت ميتابوليزم سيصير عده خربطه بالميتالوزم والسكريات والدهون والميتابوليزم ويقلل ويقلل المشكلة عده اما الانسولين لا عده من قطع رح يصير عده او الانسولين ماتة موجود بس مده يشتور رح يصير عده او انسولين لا عده من قطع مصفر الانسولين ماتة رح يسبب لتايب 1 فشون المشكلة عده عده اما ماكو او انسولين موجود بس مده يشتغل نحن اتس اتس طبعا هما يحكون انه اربع تقسيمات التايب 1 والتايب 2 هذان الشائع التايب 1 دائما احكي لكم عنها التايب 1 هو شي شائع بالاطفال التايب 2 شائع بالكبار التايب 1 هو اديوباتيك مايعرفون شون السبب ماتة التايب 2 هو غالبا سببه السمنة والزيادة بالزيادة بالنسولين التايب 1 يسمو انسولين ديبندنت دايبيتاس مليتاس يعني شنو يعني العلاج ماتة انسولين بينما التايب 2 يسمو انسولين ديبندنت دايبيتاس مليتاس مايحتاجها انسولين اطيمحة مساعد سكر يطيها الحبوه اللي يسموها المتفورمين او يسموها بلوكوفيج اكو نوع ثالث يسمو جستيشنال دايبيتاس مليتاس هذا يصير عد الحوامل المرأة تحمل اثناء فترة الحمل يصير عدها سكر تولد ورا الولادة يختفي السكر اشياء ثانية ممكن سبب لسكر مثل عندنا ادوية اخذها تصعد السكر بالدم او ممكن مواد كيمياوية تعرض لها تصعد للسكر بالدم احنا مو اخذنا شسمه لابدو بروفايلو اخذنا مو اعرف شنو بروتين بروفايلو غيرها اكبر شي اسمها دائبتك بروفايل تست اللي هي شنو فحوصات مرضى السكرية ضمن المجموعة من الفحوصات مو كلها اقيس بها البلوكوفيج اكو اقيس بها شغلات ثانية مثل شنو الشغلات الثانية مثل عدد السيببتايت السيببتايت هذا بروتين هذا البروتين اذا لقيته موجود اذا نعدي انسولين حتى لا تعمل السياسة وهذا النبي انسولين يعني انسولين ينضغط في هذه المسمة اذا المقد essر من البروتين موجود بالانسولين في مدرله في السيببتايت هذا المريض قد موجود لا تعمل انسولين اذن انخبط في تعمل اسموا في تعمل اسموا نضطي مساعد سكري. هي مجموعة من العدوى والفعوصات سوف اشخص مريض السكر وحتى اشوف الاستجابة مادة للعلاج واتابع الحالة مادة. قلنا اول شي سيبيبتاج شنو هو حجينا. قياس الكلوكوز بالدم بها انواع. اول شي ما اسمه فاستنج اذا اثناء فترة صيام ان هو مماكل شي اجي اقيس السكر. دائما يقول لك اذا شخص مريض بالسكر باش وقت يوصي يقيس السكر الصبح اول بيقعد على الريق. ليش لانصال اثنان ساعات نايم مماكل شي فاني الصبح ده اقيس للفاستنج بلد غلوكوز. اسمه الثاني مرات نشوفه بالتحاليل والاوراق من باختبر فاستنج بلد شوكار او يسموه بلازما غلوكوز او يسموه فاستنج بلازما غلوكوز. اكون وعثاني يسموه بوست برانديال غلوكوز. شون يعني بوست برانديال? يعني بعد الوجبة ما الطعام يأكل وورا ساعتي اجي اقيس له. اكو تحليل يسموه غلوكوز تولرانس تست. هذا الطيل الحوامل يفيدني بتشخيص جستيشنال ديابيتاس ماليتاس يسموه غلوكوز تولرانس تست او يسموه غلوكوز تولرانس تست. اله بي اي وان سي اللي هو غلايكوزيليتد هيموغلوبين او يسموه سكر التراكمي. هذا شنوه السكر التراكمي. هذا ما يقيس لوضعيات المريض هسا. هذا يقيس لوضعيات المريض خلال اخذ الثلاثة شهر. مرات المرضى يصيرون لوتية. بيوم اللي عدة متابعة بيوم اللي عدة فحصيت ششي ساوي ماخذ الجرعم والانسولين ملتزم بالاكل متبارز. بس شنوه صالة عربعة تشهر يضرب بقلاوة ويضرب زنود السد ويضرب تشريب وعايفي العلاج كله. فاذا اجي اقيس لاني هو اليوم ماخذي العلاج راح تطلع انه القراءات ما الفاستينج والبوست براندي المطة طبيعية. بس انا شون اعرف صار لفترة ملتزم بالعلاج لو لا. اقيس للسكر التراكمي. اللي هو اله بي اون سي. الكيتون منزل الكيتون ممكن واحد يسأل هيا دهون شلها علاقة بالسكر. اكو حالة مرضية يسموها دائبة الكيتو اسيدوسيس اللي هو تحمض الدم الكيتوني. حايف بالنتيجة شنو راح يطلع لي كيتون عالي عدة بالدم. سببها شنو سببها ان السكر يرتفع كل شواء بحيث المريض حتى يدخل بغيبوبة. مايكرو البومين يوريا. اقيس اذا دا يطلع البومين بالادرار. ليش؟ لان ذا لقيت البومين بالادرار والمريض عدة سكر. انا افكر ان هذا المريض بدأ يصير عدة كبني دامج. بدأ تلك ليس ماتة تتأثر. ممكن اقيس دايركت للانسولين ماتة. عدة انسولين لولا. بس احنا غالبا نستعمل السيبيبتايد. اذا عدنا سيبيبتايد عدنا انسولين بيادة. وكفة شي سموه الاسل انتيبادي. هذا الاسل انتيبادي. القامة موجودة اذا كان السكر تايب ون. والقامة موجودة اذا كان السكر تايب. كالرامترك استميشن بلاد بلوكوز. شوان اقيسه بجهاز الكالراميتر. او الاسبكتروميتر هو نفس الشيء. مديكال امبورتنس اف بلاد بلوكوز انا لازم اقيس السكر. لازم اخروحي بها الخبصة كلها واركيز وفحوصات ادي شدة قيامه مع الفحوصات. اقيسه على مد اربعة اسباب. او الشيء على مد اشخص مريض عدة سكر. ثاني شيء على مد اشخص هذا العلاج اللي تأخذه ديف ايدا لولا. ممكن احتاجه زي ثلاث جرعة وممكن احتاجه قلل. ثالث شيء على مد اعرف هو السكر ماتة شوكد يسعد شوكد ينزيل شنو نظام الغذائي ماتتا حتى انظم للعلاج. ورابعا على مد لاحق لي اذا لجيت عدة سكر ساعد. الاحق رأسا نسوي لسابس. اذا لجيت عدة سكر نازل. اذا رأس سنتعمل او الحالة ماتة. اهم سببين اعدي حتى اشخص المريض وحتى اتابع الحالة ماتة. العلاج يحتاجها زي دي يحتاجها قللها يحتاجها تلاعب بعض الوارة اخرى. اهمية فحوصات السكر أول شيء diagnosis and care of diabetic patient حتى شخص المرضى اللي يعدهم سكري ثاني شيء assess the effectiveness of proper insulin dose على مدعرف الجرعات اللي دا يأخذها زيانة لو مزيانة واحتاجها زيادها لو أقالدها reveals individual patterns of blood glucose changes على مدعرف التغيرات اللي دا يصير بالسكر على مدعرف التبليل العلاج ممكن ان تتعرفون اكو انسولين خابط اكو انسولين صافي اكو انسولين سريع اكو انسولين بطيح هاي كل هاي انا راح اختار نوعية العلاج على اساس التحاليل اللي دا تطلع لي allows for quick response to high blood sugar وحتى لحق عالجة اذا لقيت انه السكر عده عالي او السكر عده قليل blood glucose اللي هو نفسه fasting blood glucose وانواعها المختلفة it is a vital component of diabetes management طبعا هو التعامل والحالة المرضية مو بس علاج مو بس اطيع علاج لا يحتاج اتابع حاسوي لها فالله خصوصا انه هذا مرض مزمن فشون اتابع الحالة مع المريض اتابع الحالة مع المريض اتابع الحالة مع المريض اسوي لها فحوصات دورية دائما او اكو مرات يقولوا لا يعني اتابع مريض عدك سكر اه قيس نفسك بالبيت وسجل هنا بوعق وقلم وجيبها للطبيب كل زيارة عدك جيبها للطبيب على مدن نشوفها في types of blood glucose tests شنو عدنا فحوصات نسويها حتى نقيس السكر بالدم او الشي الفاستنج blood sugar شنو يا تعريفها تعريفها it measures blood glucose after fasting for at least 8 hours ثمان ساعات مماركل ويجي اقيس السكر شنو احتاج اسوي sample preparation شون احضر المريض مجرد اقول لي لتاكلوا مده ثمان ساعات واقيس السكر fasting at least for 8 hours before the blood sample is taken It uses الاستعمالات to diagnose diabetes mellitus حتى اتساعدني ان شخص هذا المريض عده سكر لولا شو كنت اقول لي انه هذا المريض عده سكر اذا كان ال fasting blood glucose ماته فوق ال140 افكر انه هذا عده diabetes mellitus نجي على الفحص الثاني يسمى glucose tolerance test glucose tolerance test هو استعمله حتى شخص gestational diabetes mellitus اللي هو سكر الحوامل طبعا انا ما بس اعتمد على التحاليل اعتمد على comprehensive hysteria يعني hysteria هو التاريخ المرضى مع المريض ابدأ اسئل اشطارة عندك اعراض شو كنت بدأ عندك الحالة وتعرفون او ما تعرفون مرضيض السكر يعني الاعراض ماته يتدرره هواية اده نقصان بالوزن يأكله هواية وشهيته قوية هيكلها عراض مال مرض سكري و physical examination اسوي لفحص سريري ادور ممكن يكون عندها امراض ثانية يعني secondary diabetes ادور ممكن عندها امراض ثانية ممكن هاي الامراض الثانية هي اللي يده السبب له السكر وادزة تحاليل ثانية مثل شنو امراض ثانية عندنا ممكن اذا اعد مثلا الالتهاب بالبنكرياس ممكن اذا اعد مشاكل في الغده الدرقية وغيرها ممكن اكون مرضي السموفيو كروموسايتوما اللي هو ورم يفرز لي ادرينالين ويفرز لي ابنفرين فهاي سبب لي سكره وهو ما عدي مشكلة عنها بلا انسولين ولا هاي فيسمو سكندري دابيتوس احنا حتي انا ممكن اكو ادوية ايضا السببه هاي شوانا اكتشفها 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 بالهيستري ماغتي اكتشفها بالفيزيكال اكزامناشن وتحاليل ثاني يعشى ادزة تحليل ادزة تحليل غده الدرقية ممكن ادزة تحليل ممكن ادزة تحليل مع الفيو كروموسايتوما يقل لك كومبراهنسي في فيزيكال اكزامناشن and other test should be done in other disease that usually diagnosed with elevated بلازما جلوكوز امراض ثانية سبب الزيادة بالبلازما جلوكوز مثل شنو مثل overactive thyroid gland مثل زيادة بالغده الدرقية والبنكرياتيتس التهاب البنكرياس الفحص الاخر يسمى post brandial blood sugar هذا شنو اياكل الوجبة ورسعتين يقيس السكر مرته شنو ال definition it measures blood glucose exactly 2 hours after eating a meal يقيس السكر بالدم ورسعتين من الوجبة السامبل البربريشن شون احضرها اقول للمريض اكل ورسعتين احسب من اكملت اكل قيس السكر مرتك for a 2 hour post brandial test the patient should eat a meal exactly 2 hour before the blood sample is taking يعني يأكل ورسعتين اصحب مننا عينة وقيسة اهم blood sugar test is the most common way to check 2 hour post brandial blood sugar طبعا ممكن يسويها بالبيت وبتلكم انه يكون مرضى يعني متزمين كلش يسجل قراءات اول ما يقعدوا من النوم يقيسه يقول يابا fasting يتريك ورا ساعتين يقيسه post brandial يجي بعدين يقيس مثل random random شنو اللي هو عشوائي ما يهم ماكل مماكل يجي مثل المغربية يقيسه يقول يابا random ما تهل قدو هكذا هذا ال random blood sugar random blood sugar هو السكر العشوائي يعني شنو السكر العشوائي يعني بأي توقيت بغض النظر صايم او ماكل ما لعلاقه فالدفنيشن ماتت it measures blood glucose regardless of fasting or not several random measurements may be taking throughout the day because glucose level and healthy people do not vary widely يقول لك ممكن اقيسه اكثر من مرة باليوم يعني ممكن اقيسه الصبح وراء ثلاث ساعات اقيسه وراء خمس ساعات ارجع اقيسه ممكن قبل لا انام اقيسه أنا ما يهمني اكلت ما اكلت صال لي ساعتي من ماكل صال لي عشر ساعات من ماكل ما يهمني ليش لان اذا كان انسان طبيعي شنو ما راح يتغير مستوى السكر مادته يعني مو ميم يتغير بس ما يتغيره هوي راح يبقى ضمن الحد المعقول بينما مريض السكر لا يتغير يتغير الصبح مثلا يلقى قليل يجي الظهور يلقى عالي وباليول يلقى كلش عالي هيدشي بلد غلوكوس ليس مجددا ما ينديكيته بروقلم اذا يلقيت انه المستويات السكر الاندم تتغيره هاي باليوم فهذا افكر عده مشكله وعده مرض سكر يلقى سامبل البربرائشن ما يحتاج عيش بس يجي شكره بس يجي شكره او يقيسه لا يحتاج الى تحليل التحليل الآخر هو Oral Glucose Tolerance Test هذا التحليل يضمن مجموعة من الخطوات سنتظر التحليل الثاني سأقوم بشغل السكر الثاني يأتي بشغلة إنتظر ساة أنا أخذ لها قياس لأقيس لي و أسجل و راه компوظ ولنا أقيس لها ساعه و من ساعة و بنص بساعة ب Полترق Eastern يعني ما سأل�� لقيدتكم ساعة إلى الشهر و سبع تقيس لها أول مرة و سبع و نص بقليثير و تابة وكان يربطville وعتبرين meisten فين باللغة و تأكبرين الأمس وطزفينة و نص با 커 surface و؟ و Vall nine أحكم لها كلها قراغة ولدي أسجلها حتى اعرف هيا عدها سكر الحوامل لولا فالأورال غلوكوز تلرنس تيست شون تعريفه is a series of blood glucose measurement هو مجموعة من قياسات مستوىات السكر مادة that is used to measure the body's ability to uptake glucose حتى اعرف شون جسمه يأخذ الغلوكوز وشون يتعاملوا this test is commonly used to diagnose diabetes that occurs during pregnancy مثل ما قلنا انه هذا اكثر شيء استعمله على مدرشخص سكر الحوامل اللي هو اسمه gestational diabetes this test is not commonly used in diagnosis of diabetes ما استعمله بتشخيص type 1 و type 2 اكثر شيء يعتمد علي على مدرشخص الحوامل is sample preparation شون اسوي العينة وشون اتعملوا the patient on the test day will be asked to drink a glucose syrup احتجي اعطيها تشرب محلول بسكر which contained a measured concentration of glucose طبعا معروف جهد السكر مادة اما 75 او 100 طبعا معروف جهد السكر while the pregnant women will take a meat while the pregnant further 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 blood will be take المهم samples of glucose will be collected at time interval راح ابدي ااخذ منها عينات خلال شنو مدة زمنية ثابتة Aha ثمن 2 ساعة الاثمال وق圓اء بالإvery numerous times ثمن قولها ثمن خلال mie ثمن 3 ساعة الاذا BRUке وهناHee التجول يا حتائي جهد الس Prestige هإستخ 메� Arbeits بثمانية ونص أقيس لها بثمانية ونص أقيس لها وبالتسعة أقيس لها سجلها قرارات اكو شغلات احنا سامعين بيها يقولوا لك ما قبل السكر يعني شنو؟ يعني التفوق الطبيعي بس شنو ما وصل مرحلة كلش انو هذا التبيك سكر يعني باقي لك شوية وطب مرحلة السكري الشون عرفناها؟ عرفنا انو عدنا جدوى يقول لك الطبيعي ما الفاستنج بلد جلوكوز لازم ألقاه جو المية هذا طبيعي يعني انا هسه اذا نمت وقعدت من النوم صار لي كلها ثمان ساعات مماكل اقيسها لازم ألقاه جو المية اذا ألقيتها فوق المية هاي مشكلة لانه المفروض طبيعي يعني المفروض ما بيها سكر انبيرد فاستنج جلوكوز عدنا خربطة بس ما وصل لمرحلة الدايبيتاس الانبيرد اللي هي دائما يسموها بالعام ما قبل السكر ما بين المية والمية وخمسة وعشرين اذا طلعت براءات الفاسنج ما الشخص مية وثلاثة عشر مية وعشرين هذا يسمو مرحلة ما قبل السكر نجي على البوستوبران الحد الطبيعي البوستوبران بوستوبران الطبيعي لازم يعبر المية واربعين يعني الشخص الطبيعي اذا اكل يصعد السكر ماتورة ساعتي نقيسة لازم تلقى جول مية واربعين زي المرضى اللي يعدهم ما قبل السكر اللي يعدهم امبيرد غلوكوز تولرنس راح ألقى ما بين المية واربعين والمية وثلاثة عشرين يعني ألقى مية وسبعين مية وخمسة وثمانين هيتش هذا شو تقول عليه اقول عليه انه اده مرحلة ما قبل السكرية اي ما في براكتوكال سيشن هاي المفروض طبعا انتم ساوها بالمختبر شون يساوها بالمختبر يعتمدون على شغلة القياسات مع الالوان احنا هتشيناها انه اطلع صبغة ورقيص طول الموجي ومن خلال طول الموجي والقرارات راح تطلع للتركيز مادة مادة اللي داردة داردة حص السكر يعتمد على اوكسيديز رياكشن الانزيم اللي راح استعمل على اوكسيديز رياكشن ممكن اسوي المفروض يعني انتم طلاب بيناتكم نسوي وانتم ترجمون هذا يعني شغل المختبر مو شغل المنزل وراح ترجمون هاي القرارات هل هي طبيعية هل هي هايبرغليسيميا عالية او هل هي هايبغليسيميا نجي نشرح المختبر اللي ندعلكم علي اللي هو كالورومترق استميشن بلد غلوكوز بلد غلوكوز باوكسيديز وشو نطقيسة عن طريق الكالورومترق الجهاز اللي كنا نسالف عنه شو حسوياني راح أسوي تفاعلات اجيب عينة مادة دم هاي العينة مادة دم مثل ما نعرف احنا نحط راح نحطها بالسنترفيوج راح يطلع لي سيرم من يمها اخذ السيرم وحطه بتيوب هاذا اللي تيوب اش راح اضيف له اضيف له انزيم يسموه غلوكوز اوكسيديز وش راح يطلع لي راح يطلع لي بيروكسيديز احنا هاذا البيروكسيديز ليش نريده على مودن فاعله يما والثانية ويطلع عندنا الصبغة الحمرة وهذه الصبغة الحمرة هاي اللي راح اقيسها الهايدروجين بيروكسيديز is disassociated to water and oxygen atom by بيروكسيديز انزيم راح اقض هاذا البيروكسيديز اللي طلع لي من التفاعله فالهايدروجين بيروكسايد اللي طلع لي راح اخذه فاعله وانزيم اسمه بيروكسيديز واضيف لامواد اللي هي الفينول والاربع اماين وانتتريبتين نحن تطلع لنا هاي صبغة الكوينيمين يمكن الكوين اماين اللي نسيتسمها خبش ويشرحناها هاي هايدروجين بيروكسيديز is disassociated into water and oxygen atom بواسطة شنو الهايدروجين بيروكسيديز انزيم راح احط للبيروكسيديز انزيم deliberated oxygen is captured by a chromogen هذا الاوكسيجين راح يسوي لي لون مع الصبغة شنو اللون مع الصبغة مين جاي جاي من انه هذا الاوكسيجين راح يتحد ويا خبيطة مع الاربع اماين والامتريبتين والفينول هذاني راح يتحاولون الى صبغة لونها رد فايلت يعني لونها احمر بنفس الجين وهي التفاعل البيروكسيديز اللي جبتها من التفاعل الاول اخبطويا فينول واخبطويا اربع اماين وامتريبتالين اطيهم انزيم البيروكسيديز راح يطلع للصبغة اللي هاي هاي الصبغة بعدين شا سويها اخذها احطها بالاسبكتروميتر او بالكالرميتر او بالكالرميتر واطيها طول موجي واقيس الابزوربنس مالتها ونفسك فكرة ذات العاد فاكالرميتر فاكالرميتر كان بي تن يوز تو مجر دا انتنسيتي اوف داكالر 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 احط عباد جهاز وابدي اقيس شدة ما اللون اللي يطلع عليه وكل ما اللون يكون شديد اكثر كل ما الابزوربنس مالتها اكثر وكل ما يعني انه عدي تركيز عالي من البلوكوس اه يقسموا احناش اتفقنا اتفقنا عدنا انبوبة بيها ما يمقتر سميناها بلانك على مدى صفر الجهاز وانبوبة ستانترد اللي هي سميناها الثابت او الستانترد هذا شنو انا اعرف التركيز ما السكر بيها وانبوبة الفحص العينة اللي انا اخذها من المريض شا سيقلنا اول شي احط المي المقطر اصفر الجهاز اسحبها احط الستانترد واطيها طول موجي واقيس الابزوربنس مالتها اسجلها يمي بعدين احط التست واطيها نفس الطول الموجي واقيس الابزوربنس وسجلها يمي وبعدين ادخلها بالمعدل اللي احنا نعرفه فالستابتو العملية ايش راح نسوي اخلي اول شي اخلي اول شي اخلي احطها بالجهاز واقيسها اسجلها احط 10 ميكلوريتر يعني 10 ميلي سيسي بعدين اجيب الستانترد ماتي اللي انا اعرف تركيزه احط بهم 10 سيسي بالجهاز واخير شي اجيب العينة اللي هي بسيرام او بلازما ممكن بس اما احنا نشتغل سيرام ايضا 10 سيسي من يمها واخليها بالجهاز راح تطلع لي قراءات هاي انو شون تخليها بالجهاز او شي اخلي البلانك اللي هو ما يمقطر بعدين اخلي الستندر بعدين اخلي التست يقولك مكس the content of the tube and incubate خمسة منتز بدرجة حرارة 37 قبل لا تحطها بالجهاز يقولك اخبطها جيدا حتى لا تشبدو وحطها incubator لمدة خمس لقائق حتى تدفيها توصل درجة حرارة 37 طلعت لك نتائج يقولك سجلها record the absorbance of both tests and standard وزيط طلعت لك قراءات سجلها و the blank 510 طول الموجي اللي راح نستعمله بهذا التحليل راح نستعمله طول الموجي 510 بعدين اجي على المعادلة 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 ما تشي تقولي the absorbance of the test ها او the blood glucose التركيز ما اللي انا اريده ما انا اريده ما انا اريده اريده الجلوكوز ش راح يساوي اشجاد القراءة مال absorbance طلعت لي مال test على اشجاد القراءة مال standard مضروبه في تركيز standard الذي انا اعرفه طلعت لي قراءات السكر مالذي زيان دكتور هذا fasting لو بوستبرانديل لو راندم بعدها تعتمد انه المريض اذا اجاني صايم قبل 8 ساعات مماكن اذا اجاني صالة ساعتين من مضاد راح يجيني هذا بوستبرانديل اذا لا والله صالة 4 ساعات مماكن لا هو صايم لثمان ساعات ولا هو جاني ورا ساعتين هذا الان شون اشخص مريض عدة دائبي تصحنا حجين الطبيعي لازم ما تكون جو المية ولازم بوستبرانديل الماتة يكون جو المية و و و 24 ال滿 يكون ما بين المية وال126 والماكن تكون ما بين مية و و 71 احنا مساعمо ان كننا مية و مية و و 25 و مية و 49 ما نغترل الفعل واحد ان شاء الله ابوا السكر مش راح اطلع Allies السكن سأجد الطائر الفاستنغ ماته فوق الـ426 و سأجد البوست برانديال ماته فوق الـ100 حسب القراآة شخص القراآة ماته enhane والبوست برانديال ماته mon Church 120 هذا نورمل، هذا طبيعي شخص القرآة ماته huifer 113 هذا رائع فستنغ و شخص القراآة ماته مأت 맞아 وهذا ما قبل السكن لا او لا طلع الفاستنغ ماتة 160 وطلع البوست برانديا الماتة 300 هذا السكر ميقب الغلاط أكفا تشيسا مورينا لغليكوزيوني شنو يعني؟ يعني ده يطلع سكر بالإدرار هذا المفروض عند الإنسان الطبيعي ميسي ليش لأن الإنسان الطبيعي السكر ماتة ميسعت فوق ال180 شنو هذا الرقم ال180؟ هذا يسمو رينال ثرشهولد إذا السكر بالدم جو المية وثمانين ما راح يطلع لي سكر بالإدرار إذا السكر بالدم ارتفع لي فوق المية وثمانين راح أبدأ أدرر إدرار بسكر فشي سمو يسمو رينال ثرشهولد المثل أحبث على حياتات الكريف معناها أن أنا أقيس الإدرار أخذ عينة من الإدرار شو كتب أبقي ما عديا على تركيز من السكر يعني شو كتب يعني وراء الأكل مباشرة أو أنه قسط لقيت السكر لم تعد على شيء فأخذ عينة مالإدرار ماتة وشوفها العينة بها سكر لا لا إذا بيها عدى غلوكوزيوريا إذا ما بيها ما عدى غلوكوزيوريا شو كنت قلنا تصير لغلوكوزيوريا إذا مستوى السكر عبر لي 180 هذا 180 شنو هو الحد الفاصل جو 180 ما راح يطلع بالإدرار فوق 180 راح يطلع بالإدرار أسباب الهايبرغليسيميا شو كنت يصعد الهايبرغليسيميا طبعا إذا عدي سكر سواء تايب 1 أو تايب 2 أكو أمراض ثانوية ممكن السبب لي ارتفاع بالسكر اللي هو شنو مثل عدي شغلة الهايبنفرين عدي هرمون الإبنفرين اللي هو نفسه هرمون الأدرينالين العالي شو كنت يصعد هذا يصعد بحالة سفير أموشنال سترس واحد قلق وعصبي كلش هو يصعد بمرض اللي فيو كروموسايتومة اللي هو هذا ورم سرطاني ما أذكر هو حميد لو خبيث صراحة فهذا راح يزيني عدة سكر عالي هكو نوع من أنواع التيومارات ورم يصير بالبنكرياس هذا الورم شنو يفرز بدون ما أحد يقول له اوقف وعلى عينك حاجب فهذا الغلوكاقون دين فرسي يكسر الجليكوجين ويطي السكر يعني ما أحتاجها ما جوعان أصلا ما أكل وهذا دا يطيني السكر إذن شنو السكر بالدم راح يرتفع شغلة اللو خلي تصعد لي السكر بالدم الكورتيزول الدكسن ما دكسن إذن السؤالة الكورتيزول إذا كان عالي راح يرتفع السكر بالدم شو كيت يرتفع الكورتيزول يرتفع الكورتيزول بحالة الكوشن سندروم متلازمة كوشن أو بحالة كان عندي أدرينو كورتيكوتروبك هرمون عاقل أهي الغدة بتوتاريقلاند أتوقع اسمها الغدة النخامية تفرز مجموعة من الهرمونات تسيطر على باقي الغدة بالجسم هرمون يسمى Charlesid Abroad ادرينو كورتيكوتروبك هرمون هذا شنو، من الغدة النخامية آدرينو الكضررية اللي هسبرررينو الكلانت еть rehearse خلال هيا غدة وطلعي لي كورتيكوتروبك هرمون فإذا كان علىدي الأدرينو كورتيكوتروبك هرمون عالي بسبب عندي مشكلة وين أنا أعدي مشكلة عدين مشكلة بالغدة النخامية للبيتترغلاند فاش راح لو صون راح اطلع لي ادرينو كورتيكوتروبك هرمون فبالنتيجان الكورتيزول صار عدي عالي فبالنتيجة الكلوكوزماتي صار عدي عالي بس هي شيئا لدخولكم انتستاين الكلوكوزيولة صراحة ما ممر عليها المصطلح ودورت عليه بنت ملقيته والجستيشنال ديابيتس انه قلنا انه هي الامراياتنا فترة الحامل يصر عدد زكر ورامتوليد يروح اللي اجد يصير ما ريد دوخكم بس لانه هي صار عده انسولين رزستنس صارتها مقاومة للانسولين زيان الهايبو غلايسيما شو اكتقل اكتقل لسكر ان يونايت الهايبو غلايسيميا هو ما حاشي بس خلوا بالكم معلومة الطفل اللي ينولد لامرأة كانت من شانت حامل بي كان عدها سكر راح ينولد الطفل رأساني صار عدها بوط والسكر هاي معلومة خلوا بالبالكم يعني امرأة حاملة هي عدها سكر المفروض يعني عالي السكر لا الطفل ما لدها اللي راح ينولد رأسين يصير عدة هبوط بالسكر وهي يصير عدة فاتشي سمونيونيتا الهايبوغلايسيميا هذا لازم لا تلاحق لرأسين علق لمغذي حلو وابدي انا نضم للسكر ماته شوية شوية على ما تستعد الوضعيته انفنتايا الهايبوغلايسيميا يعني عدة هايبوغلايسيميا شوكت فترة الانفانت اللي هو شون يعني انفات اول سنة من عمره اول سنة من عمره يصير عدة هبوط بالسكر ليش؟ المخروض ما يصير فهذا عدة واحدة مذنى الرغم ممكن هذا نوع من انواع ق striking قص بالانزيم اور انزيم هاي الكلوكوجينيسس ما تتصير ممكن شرحناه احنا بالبحاظر مع عده دفشنسي بالكلوكوز ستة فوسفيتز عده نقص بالانزيم اللي هو بلوكوز ستة فوسفيتز او انزيم الفلكتوز واحد ستة باي فوسفيتز اذا عده نقص بالانزيمات راح يصير عده غوط والسكر اكوفا تشيط اكوفا تشيطة فلكتوز اندوست هايبوغلايسيميا يعني من يأكل الفلكتوز ينزل عده السكر سببها شنو سببها دفشنسي بال ألدوليز سببها نقصان بالانزيم الألدوليز عنده نوع يسموه سفير كلاسيك غالكتوسيميا غالكتوسيميا ايضا نوع من انواع الامبورن ارعرف ميتابوليزم او عده مشكله بالفاتي اسيد و اوكسيديشن اذا تصير عده خربطة بالميتابوليزم مع الفاتي اسيد سببها الكارنيتين دفشنسي حتش انا احنا همية الكارنيتين بالفاتي اسيد ميتابوليزم و كان قلنا اذا عده نقص بالكارنيتين راح يبدى يصير عده هبوط بالسكر يصير عده نقصان بالطاقة حتى بوقتها قلنا شون نعالجه نعوف الدهون نبدي نعتمد على غلوكوز نكثر له كاربوهيدرات زين الكبار ليش يصير عده نقص بالسكر الكبار اول شي انه اخذ جرعة من الانسولين عالية او اخذ جرعة من المساعد مع السكر اخذ جرعة عالية اكفت شي سمو انسولين نومي شنو هذا الانسولين نومي احنا من اين ما تسمعون اومي فاكروا انه هو ورام فهذا الانسولين نومي هو ورام يفرز لانسولين بالنتجة شنو الانسولين اذا عالي سيقلل لمستوى السكر وبحي تنزل السكر عادي ويهبط هايبوفنكشن سوبرارينال كورتكس الغدة اللي موجودة فوق الكلية يسموها ادرينال غلاند او يسموها سوبرارينال غلاند اش تفرز اللي تفرز المجموعة من الهرمونات من ضمنها الكورتيزول هذا الكورتيزول شنو شغلته شغلته مثل الكلوكاقون ينظم للسكر من آني مدى اكل من آني مدى اكل يبدي كسر الكلاجوجين حتى يحافظ على مستوى السكر رزيان اعدي مشكلة بالأدرينال غلاند هاي الأدرينال غلاند مدى اطلع الكورتيزول اذا شنو مراح ما اكل مراح اكسر الكلايكوجين بالنتيجة شنو راح يصعل عده هبوط بالسكر كرونيك الكحول يعني واحد يشرب الكحول وكثرة وفترة طويل يصعل عدهم هبوط بالسكر لان الكحول يتأثر على البنكرياس وعلى الكبد اكفة شي سمو بوستبرانديال هايبوغلايسيمي هذا شنو البوستبرانديال هايبوغلايسيمي انه ما عده شي بس من يأكل رأسا يصعد وينزل بسرعة السكر مادة هذا سبب شنو ان البنكرياس مادة يخربط بالفراز ملانسولين انه اكل المفروض يفرز الانسولين على كيف هذا البنكرياس لا راح يفرز بسرعة ومن فرزه بسرعة رأسا السكر هبوط عده بالدن براكتس شيث مريض رجل قاس السكر مادة الفاستنج مرتين وكل واحدة باناتهم اسبوعين براكتس النتيجة اللي طلعت مية وعشرين هذا رأسا هذا شنو بريدايباتيك مية واثين وعشرين ايضا بعد بريدايباتيك ان شاء الله هاي بحاضرة كملت واتمنى لكم كل التوفيق يا رب واريدكم تاخدون اعلى درجات واتمنى لكم كل خير وعافية